موسيقى مرحبا حلقة جديدة من أخبار السباح لليوم السبت 29 أيلول أعمال الحفريات بشوارع الوطوات امتحان يومي لطول بين المواطنين منشر صور معرض صور فوتوغرافية بتنظيم من إدارة الرجي محطة سينمائية مع فيلم فورد للمخرج سليم صعب بالمركز ثقاف الفرنسي أما ضيوفنا لليوم فهن مايا أبو خزام منسئة العلاقات العامة بجامعة اللعنف معها رح نحكي عن إطلاق أغنية إماجين لجون لنون باللغة العربية بمناسبة اليوم العالم أو اليوم الوطني للعنف والدكتور بشير غسطين اختصاصي بجراحة العظم والمفاصل معه نحكي عن مرض الأرتروز الوقاية وكيفية علاجه هيدا ملقص عن الحلقة اللي منبديها مثل العادة باقتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية ما بعرف مين مايا الخط مرحبا أهلو صباح كيف صباح وخير أستاذ رفعات عيوة صحيح كيف صحتيك الحمد لله تفضل كيف رح بيكون التأس هالويكاند بالنسبة للطأس عنا كتل هوايية دافئة مسيطرة على لبنان بتنحسر ابتداء من التنين بتحول الطأس فيها لما تقلب أوكي فالتأس الويكاند منيح في عنا اليوم ارتفاع بالحرارة صح كما قلتونا قبل الأحد إجمالا ما في تعديل بالحرارة حتى في انخفاض عنا كمان بالرطوبة نعم فالتأس منيح تمام الآن التنين بيرجع في عنا انخفاض بنشهد انخفاض بالحرارة ومتوقع تساقط الأمطار خفيفة متفرقة من وقت التنين يعني التنين بتقس مش منيح بالمبدأ بتغيم وبين تنخفض الحرارة وفي أمطار أوكي اليوم قديش راح توصل الحرارة بالنسبة لليوم ع الساحل بتتراوح ما بين 21 و 33 على الجبال بين 17 و 29 بالنسبة للأرض من 14 ل 26 وبالبقاء من 16 ل 35 أوكي آآ قديشاه الهواء جمالاً شمالي لشمالي غربي والرؤية المتوسطة بتسوق على المرتفعات اليوم بسبب الضباب الرطوبة بتراوح ما بين 60 و 80% أوكي آآ يعني بدلس في البحر عنا منخفض الموج وحارط الماء 28 درجة أوكي شكرا لقالك أستاذ رفعاتي عتك العافية آآ عناوين صحف مع بيرات مرحبا صباح الخير جوال وصباح الخير لكل المشاهدين جولة على صحف بيروت لصباح يوم السبت مندهها هلأ موسيقى جبلتنا مندهها مع صحيفة النهار تهويل اسرائيلي في فراغ لبنان عون يتحدث عن خيار حكومة اكثرية والراعي يطالب بالكف عن الاستشارات حزب الله يرد على اسرائيل اكاذيب وأوهام لن تغير المعادلات واشنطن والتعاون الخليجي لتحالف استراتيجي في المنطقة الاعداد لقمة ربعية عن سوريا تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا مقتلوا ستة فلسطينيين بنيران اسرائيلية في مواجهات على حدود غزة وختيما وضمن افتتحية النهار لليوم بألم المطران كيريلو الساليم بوستروس العنوان الوديعة منتابع مع صحيفة الحياة امريكا ودول عربية تتعاهد مواجهة تهديدات طهران الحرس الثورية تحدث عن جبهة مناوئة لواشنطن من المتوسط الى البحر الاحمر ضغوط دولية لدفع المسار السياسي السوري ملف ادلب امام قمة ربعية قريبا انقسام على اتهامات نتنياهو بتطوير صواريخ في بيروت بين حملة على اوهامه وتشكيك في بروباجندا ضج في ايران بعد ازالة صورة لجنود اسرائيليين القضاء يهدد باعدام مضربين عن العمل تمديد مهمة خبراء الامم المتحدة في اليمن رغم رفض الشرعية تسييس تقريرهم شهداء ومئات الجرحة في جمعة انتفاضة الاقصى الصين لا تنافس امريكا ولن تذعن لضغوطها وختيما مقتل ملكة جمال سابقة يثير رعبا في بغداد سبقته اغتيالات غامضة ومعلومات عن مغادرة مشاهير الى صحيفة المستقبل ماذا ينطلق مطلع العام التصدي لايران والارهاب انتفاضة الاقصى في غزة سبعة شهداء ومئات الاصابات والصورة اللي عم نشوفها لمقعد وهو عم بيستعمل المقلاع ضد جنود الاحتلال وكمان بالخلفية منشوف السيدة وهي عم ترفع العالم الفلسطيني خلال المواجهات عند الحدود مبارح بالعنوين الاخرى ولي العهد السعودي في الكويت اليوم فيسبوك ينهي خلالا امنيا عرض خمسين مليون حساب للقرصنة وبالعنوين الاخرى السوريون يهتفون الحرية للمعتقلين وضمن مقالة المستقبل اليوم بألم بول شاول العنوان هل استعيدت سيازة الالغاء المتمدية نوصل لصحيفة الانوار توقع اجتماع عون والحريري للبحث في حلول بديلة لأزمة التشكيل الراعي كفى استشارات فالوطن مهدد بالدمار ستة شهداء في غزة خلال المواجهات مع الإسرائيليين الشيخ عبدالله بن زايد يحضر الاجتماع الربعي حول اليمن تسونامي يشتاح المباني في اندونيسيا ودائما بالانوار تظاهرات في ادلب ومناطق سورية تطالب بتحرير المعتقلين في سجون النظام اغتياله وصيفة ملكة جمال العراق في بغداد وهذا بيكون عنوين صحيفة الانوار لليوم ومن المفترض انه هالعدد يكون العدد الاخير للصحيفة حسب ما اصدر دار السياد المبارح منتابع مع عنوين صحيفة اللواء طريق بيت الوسط بعبدة التزامات قاطعة من باسيل اولا طرح عون حكومة اكثرية خطوة الى الوراء والسنيورة لحكومة اقطاب مصغرة جمعة انتفاضة الاقصى سبعة شهداء ومئات الجرحة فلسطين تقاضي امريكا امام العدل الدولية ودعم للانرواء ردا على ترامب بومبيو لتحالف شرق اوسطي ضد ايران دعا لهزيمة الارهاب وارساء السلام في سوريا قمة فرنسية المانية روسية تركية حول ادلب تظاهرات حاشدة للمعارضة تطالب بالافراج عن المعتقلين وبالصفحات الداخلية ايران تلوحه بتهديد القواعد الامريكية بالمنطقة بالصحف الاجنبية لليوم وبترجمة لعنوين صحيفة المستقبل تشكيل حكومة اكثرية سيزيد من الشرخ مقتل سبعة فلسطينيين في مواجهات جديدة في غزة وبعنوين اخير ادلب محور لقاء جديد مع ميركل ماكرون بوتين واردوغان من دايلستار الى صحيفة لوريون لجور وبعنوين اليوم وضمن مقابلات عون لوريون لجور ربط عودة النازحين بحل سياسي هو انتحار ما هي عواقب ارتفاع الاسعار على الاقتصاد اللبناني وبعيدا عن السياسة اليوم بالصفحة الاولى بصحيفة لوريون لجور تقرير خاص عن موسم الثقافة اللبنانية يلي رجع بقوة وبموعيد كتير مميزة وذلك خلال شهر تشرين الاول واختارت صحيفة لوريون لجور 16 موعد فيكن تطلعوا عليهم مش بس تحب تكون خلال شهر تشرين اول كمان بتمد الى شهر تشرين التاني من تابع جولتنا مع عنوين صحيفة الشرق من لا يريد المشاركة فليخرج منها عون والراعي حثاني الحريري حكومة بمن حضر نتنياهو حزب الله يبني مواقع سرية للصواريخ قرب مطار بيروت موسكو استعدادات جدية لرزع السلاح من ادلب غزة ستة شهداء بينهم طفل واصابة المئات وضمن رأي الشرق لليوم بألم معون الكعكي العنوين يوم لا ينفع الندم من صحيفة الشرق الى عنوين صحيفة الشرق الاوسط خلاف روسي تركي حول تفسير اتفاق ادلب قمة روسية فرنسية المانية تركية الشهر المقبل حول سوريا بوتفليقة يعز الرئيس البرلمان الجزائري انتخابات الجهاد الاسلامي تعزز هيمنة تيار ايران اجتماع عربي امريكي يبحث تهديدات ايران جمع وزراء خارجية الدول الخليج ومصر والاردن مع بومبيو وجولتنا نختم مثل العادة مع عنوين صحيفة الجمهورية حكومة الاكثرية تؤيدها اقلية الجمهورية في حقول الحشيشة في البقاع القوات حكومة الضرورة في ظل الفراخ هل صدم الحريري حلفائه واشنطن باقون في سوريا حتى خروج ايران وختما باخبار الرياضة معارك رارية في اوروبا هذا الويكاند وبيصطر مع صحيفة الجمهورية لليوم ملحق خاص بالطب والدواء هيك منكون وصلنا لختم جولتنا على صحف بيروت لصباح اليوم فاصل علينا ومن بعد نرجع نتابع مع بعض المواعيد الفنية والثقافية اشتركوا في القناة